السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي سوف خصصها لموضوع جديد يتعلق بموضوع الميكية الجنسية كما تعلمون هذا موضوع بدأ يتم الضغط على العديد من الدول لكي يصبح هذا الأمر طبيعي ووضعت العديد من الفيديوهات وشرحت العديد من السياسات التي يتم تخطيطها هنا داخل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تسهيل هذا الأمر وجعله أمر عادي في المجتمع الأمريكي لكن مؤخرا قبل أيام أعلن الرئيس الأسبق دولند ترامب على أنه في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية في سنة 2024 سوف يوقف عمليات تغيير الجنس التي يتعرض لها الأطفال الأمريكيين وأنه سوف يعاقب الشركات وسوف يعاقب المستشوئات وسوف يعاقب الأطباء وغيرهم من الجهات التي تتدخل في هذا الأمر في هذا الفيديو لا أريد أن أكون مع عبد جوبادن ولا أريد أن أكون مع دولند ترامب لكن بعد مشاهدة هذه الحلقة ومشاهدة تصريح الرئيس الأسبق دولند ترامب سوف يعني في الأخير تجدون أو ربما تختارون من هو الأفضل أو من هو الأحسن أو من هو الذي لهديه برامج في هذا الشأن في مصلحتنا وفي مصلحة أطفالنا طبع تصريح الرئيس الأسبق دولند ترامب أطار ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي وفرح العديد من الأمريكيين بهذا التصريح لكن القليل يعلموا مثلا أن أمريكا يتم تسيرها من طرف الشركات الكبرى شركات الأدوية شركات يعني هي التي تسير هذه الدولة وهي التي تضغط على الساسة من أجل تمرير العديد من المشاريع وعلى عديد من البرامج التي ربما هي ضد مصلحة الناس لأن هذه الشركات بالطبع تحصل على طروات يعني إنسان يقوم بعمل تغيير الجنس أو غيرهم من الأمور فهذا الأمر يدر دخلا كبيرا على هذه الشركات كذلك الشركات الآن تدفع بوضع برامج سوف لن يسمح للأهالي بمنع أطفالهم إذا أرادوا تغيير جنسهم يعني مثلا هناك عائلة لديها طفلة عمرها 12 سنة والأهل يعني يعارضون أن تقوم هذه الطفلة بتغيير جنسها فحسب هذه الشركات أو ما يهدف إليها هذه الشركات أنه يمكن لهذه الطفلة تغيير جنسها بدون موافقة أهاليها وسوف أشرح لكم هذا الأمر في هذا الفيديو لأنه كلما كان الأهالي في الطريق يعني وقفوا حجرة عطرة أمام هذه الأمور كلما هذه الشركات خسرت العديد من الأموال لأن هذه العملية ليست فقط هناك عملية جراحية بل هناك أدوية هناك متابعة هناك العديد من الأشياء التي تجعل هذه الشركات تربح أموالا كبيرة فسوف أعطيكم مثال وسوف أضع لكم رابط هذا الموضوع أسفل هذا الفيديو لأنني لا أريد أن أضعه أمامكم ويمكنكم الذهاب إلى منص التويتر والبحث في هذا الفيديو فهناك شخصية يطلق عليها تشين تايلر وهي تمثل جامعة يطلق عليها فندربيلت يونيفورسيتي هذه السيدة أعطت كلمة أعتقد في سنة 2021 على المداخل التي تحصل عليها إحدى المصحات هنا في الولايات المتحدة الأمريكية من عمليات تغيير الجنس هنا في الولايات المتحدة الأمريكية فحسب تصريحات هذه السيدة تقول بأن المرضى الذين يقومون بعمليات تغيير فقط أعلى الجسم يعني أعلى الجسم ربما يدفعون قيمة مالية تصل إلى 40 ألف دولار والعمليات تختلف من عملية تغيير ذكر إلى أنت أو أنت إلى ذكر هناك مرضى أو أناس يلجأون إلى أخذ هرمونات تساعدهم على تغيير بعض أعضاء الجسم هؤلاء كذلك يدفعون الألافة الدولارات فقط للحصول على الهرمونات بدون عمليات كذلك هذه السيدة أخبرت وهذا ملخص للفيديو كما قلت ربما يمكن لكم البحث عن هذا الاسم في تويتر لأنه الفيديو موجود في تويتر لكي تشاهدونه بالنسبة لعمليات التي يقوم بها الناس في أسفل الجسم هذه العمليات يعني تصل إلى 20 ألف دولار لتغيير العضو الخاص بالولد بدون احتساب أيام المبيت في المستشفى بدون احتساب التخدير وغيره من الأمور بالنسبة للفتيات اللواتي يريدنا تغيير جنسهم إلى ذكر فيقال أنه حسب تصراحة هذه السيدة أقل شيء هو 20 ألف دولار وتصل بعض المرات إلى 100 ألف دولار هذه حقائق صادمة موجودة يمكنكم مشاهدتها يمكنكم البحث فيها لكي تتأكدوا من هذه المعلومات لذلك مرة أخرى ودائما أحذر الأهالي من هذه الأمور الغريب في الأمر أو الخطير في الأمر أنه الآن بدأ توظيف بعض الأشخاص أشخاص يتم توظيفهم سوف يظهر لكم الاسم الذي يطلق على هؤلاء في هذا الفيديو الهدف من هؤلاء الدهاب إلى الأحياء الدهاب إلى المضارس الدهاب إلى المستشفى الحديث مع التلاميذ الحديث مع أطفال في الحي وشرح أنه بإمكانهم إذا أرادوا تغيير جنسهم أننا سوف نساعدك أننا سوف نأخذك إلى المستشفى أننا سوف نتكفل بهذه العملية وغيره من العمور فالاسم سوف يظهر لكم أمامكم لأنني لا أريد من إدارة اليوتيوب يعني مرة أخرى مشكل بخصوص هذا الأمر لأنكم تعلمون أن هذا الأمر حساس حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذين السنتين لكن مرة أخرى حدار يجب الحديث مع أطفالكم لأنه كما قلت هناك أناس موظفون سوف يذهبون إلى المضارس سوف يذهبون إلى الأحياء سوف يذهبون حتى إلى المستشفى للحديث مع الأطفال وشرح هذه العمليات وأنهم بإمكانهم مساعدتهم كما شرحت في العديد من الفيديوهات من قبل أن في كاليفورنيا تعتبر هي ولاية الملاذ للعديد من الشباب الذين يريدون تغييره يعني جنسهم وغيرها من الأمر فالكلمة التي أعلن عليها الرئيس الأسبق دونالد ترامب ولكم التعليق على هذا الموضوع شكرا لكم والسلام عليكم